اشتركوا في القناة يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي ونختار هذا المكان حتى ننطلق منه حنبدأ حلقتنا يلا معنا على خطاوي السلاوي على خطاوي السلاوي في أي عام تم افتتاح أبراج لكويت رسمياً؟ ما عندك خبر شكراً جزيلاً يا مرحب بك السلام عليكم كيف الحال؟ نسأل عن أبراج لكويت في أي عام تم افتتاح أبراج لكويت؟ لا لا يلا فرصة سعيدة شكراً للغاية شكراً كيف صحتكم؟ في أي عام تم افتتاح أبراج لكويت؟ لا ما في اختيارات ما في اختيارات؟ لا ما أمر عليك؟ لا شكراً جزيلاً السلام عليكم كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ الحمد لله، خضر الله خضر الله زوار لكويت؟ مقيمين في الكويت؟ مولود أي سنة؟ لا سبعة وسبعين في أي عام تم افتتاح أبراج لكويت؟ تسعة وسبعين لا كنت مولود؟ كنت مولود هديك أنا أمر حضرتهم؟ حضرنا أحلي حضروا أنا كنت موجود معهم وكيف حرفت طيب؟ يعني حاني في الكويت خلال عمري معلومات هذه صحيحة ودقيقة؟ مفروضة إجابة صحيحة 100% في 1 مارس 1979 يعيني عليك؟ الله يسر من أين حضرتك؟ أردني الله حييك تفضل، دعي معك بيدك قليلاً حتى أعطيك مجموع من الجواز هدف ابنك بحضر طيور الجنة؟ آه طبعاً أنا أعطيك حتى تريح لإيدي وسهلها بكفة أول جائزة ربحتها معنا تقربي على الصوم الجائزة الأولى، معهد الدراسات العالية أعطانا جائزة وهو عبارة عن أقرأ بصوت عالي، من فوق مبروك مع هذه الدراسات العالية بالتعاون مع قناة طيور الجنة الفضائية ضمن برنامج على خطاوي السلاوي نقدم لكم دورة التربية مجانية بقيمة ألف مبروك عليك هذه الجائزة الأولى، تفضل سعدوه، تعالوا الجائزة الثانية كابون تسوق من أنوتا بقيمة كم؟ 15 دينار 15 دينار، والجائزة الثالثة ميزون للعطور وأدوات التجميل أعطانا جائزة بقيمة، اقرأها حتى نعرف كم قيمتها أولاً سنطلب الشباب يصوروها بعدين نقول لك تفضل اقرأ أول سطر كابون استلام أجموعة رمضان من ميزون بقيمة 25 ألف أبروك عليك بكفي؟ 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 الله حقيق، ولكن لسه ما خلصنا لسه ما خلصنا؟ موجودين سامبا أعطانا محفظة من الجلد الطبيعي مع ميدالية صغيرة رائعة من الجلد أيضاً بقيمة 40 دينار ألف مبروك عليك والجائزة اللي بعدها عبدالصمد القرشي للعطور والبخور جائزة بقيمة 40 دينار والجائزة اللي بعدها كمان أكوى للملابس للملابس أعطانا جائزة بقيمة 25 دينار ألف ألف مبروك عليك السلام عليك حقيقي ايش تحمس ما منك؟ الله يوفقكم فرصة رائعة وتنفع الأطفال نحن نستطيع أن تكون شيء كويس فرصة سعيدة؟ نشكرك عام شاركتك ونشوفك عام شاء الله وأنتو يا رائعين مكملين معاكم بعد الفاصل هنواصل خليكم معنا على خطاوي السلاوي أهلا وسهلا كيف الحال؟ إيش اسمك يا عسل؟ إيش اسمها؟ مريم مريم وهذه؟ خاري سارة توأم؟ نعم بس نفس اللبس ما شاء الله وانتي هذه الأرنوب هذه إيش اسمك؟ أسمك أهلا وسهلا والبطل؟ عبد الرحمن أهلا يا عبد الرحمن وأبوه؟ أبو عبد الرحمن الله حييك عبد الرحمن الله حييك عبد الرحمن نسأل عن لغز نبات مكون من ثلاثة أحرف أو ثلاثة حروف إذا أضفنا السكون على حرفه الثاني صار في البحر صار لا شيء في البحر ما هو هذا النبات؟ وما هو الشيء الذي أضفنا للسكون أصبح في البحر؟ ما فيه اختيارات ما فيه شيء نبات حيبين حرف الثاني صار في البحر؟ نعم مو عينب من ثلاثة حرف عينب عينب إذا ضخنا الحرف الثاني سكون حتصير عنب إيش هو العنب؟ فيه شيء في البحر عنب؟ لا فيه عنضر في البحر ما نظرت علينا؟ فرصة سعيدة اللي شفناكم ونشوفكم إن شاء الله على طيور الجنة في رمضان يا مرحب بكم حياكم الله أهلا وسهلا كيف الحال؟ الله يسلم نأتذر عن إزعاجكم نسأل عن لغز نبات من ثلاثة حروف إذا أضفنا سكون على الحرف الثاني صار في البحر صار شيء موجود في البحر الآن ما هو هذا النبات؟ وما هو الشيء الذي يصبح في البحر؟ راح أترككم تتشاوروا لمدة عشر ثواني وأرجع لكم أخذوا راحتكم نبدأ في العد واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إجابتكم النهائية ما هو هذا النبات؟ نعم موز بعيد من موز ما مر عدنا؟ أخيار؟ أخيار أكثر فرصة إذا اللي شفناكم نشكركم وشوفكم إن شاء الله عشاش الطيورة جاءنا في رمضان نبات من ثلاثة حروف يزرع في الأرض إذا أضفنا له السكون على حرفه الثاني صار شيء في البحر نبات من ثلاثة حروف نعم إذا أضفنا السكون على حرفه الثاني صار في البحر صار شيء في البحر شيء في البحر عشرة ثواني إلى نصر خالد صراحة هذا يبي له تفكير ما أدري أنا وضحة تعرفينها؟ وضحة سعدي بابا وضحة هاي وضحة هذا الظاهر راح نستعين في العائلة كلها وينهم؟ وينهم؟ عشان هلا تعالي تعالي خليها تيجي يلا طيب سعدي من خلف الكاميرا بحبيتي لا لا تعالي أمام الكاميرا ليش؟ فضلي يلا جمه تعالي لا تخافي نبات من ثلاثة حروف إذا أضفنا السكون على حرفه الثاني إذا أضفنا السكون على حرفه الثاني أصبح شيء في البحر شنو الشيء هذا؟ ها؟ يلا فكروا في معاكم أنا راح أدلكم للعشرة يلا واحد أنا راح أبدأ بالعد واحد اثنين ثلاثة شوفوا ما شاء الله المشاهدين الموجودين معنا المول تقريبا شبه ممتلئ والناس من حولنا الكل قاعد يتابع برنامج خطاوي السلاوي يلا يلا في حرفه الثاني صاراخ البحر نشكركم وين خالد؟ خالد عدم يلا نتصور مع أهم شي نصور مع خالد وين أسام وينه؟ المعتصم موجود يلا تفضل نشوف كيف حالك؟ الحمد الله إيش اسمك أنت؟ شهناز يا سلام وأنت؟ أنا اسم جود وأنا بعرفكم صح؟ أه تعرفوني؟ وأنا بعرفكم كيف الحال؟ حمد الله لغزنا لهذا اليوم نبات من ثلاثة حروف إذا أضفنا سكون على حرفه الثاني صار في البحر شيء في البحر نبات وهذا النبات عشان أساعدكم يزرع في الأرض إذا أضفنا سكون لحرفه الثاني صار شيء في البحر فكروا معاكم عشرة ثواني عشرة ثواني عشرة ثواني عشرة اجتمعوا فكروا وأعطونا نتيجة إيش عادة؟ نفكروا حنبدأ بالعدل عبين ما تفكروا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية تسعة يلا تفضل إيش هو؟ جزر إيش بصير الجزر إذا حطينا على حرف الثاني سكون؟ جزر 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 وجزر صحيح الجواب؟ ولا مو صحيح؟ إيش رأيك صحيح؟ لا داعيب كيف ما بتعرف يعني؟ كيف ما بتعرفه؟ الإجابة نعم صحيحة الجزر إذا حطينا سكون على الحرف الثاني بصير جزر والجزر وين موجود؟ بالأرض في البحر صح؟ قبلة شفت جزر على اليابسة؟ لا لازم وين يكون الجزر؟ إيش إيجابة صحيحة مية بالمية إيش ربحتوا معانا؟ تفضلوا إيش إيش هو؟ نفسه في واحدة ثانية اللغة عن البحر لما تعود على البحر بكون يامد يا جزر صح؟ طيب، الجائزة الأولى ربحتوها معانا من أنوتة للبنوتة الجميلة هذه جائزة بقيمة 15 دينار كابون للتسوق هذه أول جائزة، والجائزة الثانية من مين؟ من الناس الطيبين مأحد الدراسات؟ والله، في الكويت، نعم جائزة بقيمة 50 دينار من مأحد الدراسات العالية، دورة تدريبية بقيمة 50 دينار، ألف مبروك عليكم، الجائزة التي تليها؟ ميزون ميزون، اللي موجودين في البيرق، عبارة عن عندهم عطور ومواد تجميل وغيرها، جائزة بقيمة جائزة رمضانية بقيمة 25 دينار، هذه الجائزة الرقم كم؟ كم؟ كم واحدة؟ تلاتة كم واحدة؟ أربعة تعطيكم أربعة جواز، صح؟ نعم طيب، هذه سرنا الآن ثلاثة، ضايل كمان جائزة، الجائزة اللي بعدها، فضلي، سامبا، المتخصصين في الحقائل النسائية، أعطينا جائزة بقيمة 40 دينار محفظة، بوك بقيمة 30 دينار، وميدالية كمان، هاي الجائزة الرابعة، خلصنا؟ نعم، خلصنا لا، لم نتخلصنا لسه، وبعد عبد السمن القرشي، للعطور، والبخور، مباشرة، ها؟ في زيت معهم زيت الجدائل، يبدو أنه هو المشهور هذا، وآخر شيء إليك أنت ما أخدت شيء، أكوى، أعطونا إيش هو ما أعرف صراحة بالظبط، جائزة بقيمة 20 دينار، ألف مبروك عليكم، نسمع منكم كلمة الختاب، شكراً كتير إليك، شكراً على الجوائز، ومعلومات القيمة، يسعدكم، ونشوفكم إن شاء الله على خير، أولى الكاميرا إلى اللقاء، إلى اللقاء، يا مرحب فيكم، إلى اللقاء، شكراً على خطاوي السلاوي إذن الجزر تحول معنا بعد السكون إلى جزر، وهيك إحنا منكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، حتى نشوفكم بحلقة قادمة من برنامج خطاوي السلاوي، خليكم دائماً قريبين ومن شاشتنا موجودين؟ تصبحوا على خير يظهر عطيور الجنة على خطاوي السلاوي